المشاهدين أحيكم الله قرر المكتب الفيدرالي لاتحاد الجزائري لكرة القدم في اجتماعه المنعقد أمس الأحد تقلص العقوبة المصلطة على الحارس الدولي السابق فوزي الشوشي إلى عام واحد نافذ بدلا من عامين مثل ما كان مقررا وحسب البيان الصادر اليوم في الموقع الرسمي للفاف فإن القرار تخذ بناء على اعتذار المقدم من قبل المعني واعتبار لخدمات التي قدمها للمنتخب الوطني وعليه ستنتهي عقوبة الشوشي على غرار زميله ريدا بابوش في السادس ماي المقبل وهو تاريخ السنفاذ عقوبته مثله مثل المدرب جمال مناد معلوم أن العقوبة صدرت في السابع ماي من العام الماضي إطراء رفضهم الصعود للسلام الميداليات خلال نهاء كأس الجزائر التي خسرتها مولودية العاصمة على يد اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل وخلال انعقاد المكتب الفيدرالي تحت إشرف رئيس محمد روراوة تم مناقشة عديد القضايا أهمها ما يتعلق بالمنتخب الوطني تحضيرا لمونديالي البرازيل خلال الاشتماع أبلغ رئيس محمد روراوة وعضاء مكتبه بنيته عدم تجديد عقد المدرب الوطني فايد أليلوزيتش بعد المونديال كما تطرق المكتب الفيدرالي مباراة أرمينيا الودية التي ستقام بمدينة سيون بدل جناث التي ستشهد تطاهرة ثقافية كبرى في اليوم الأخير لشهر ماي المقبل مجهة أخرى قرر المجتمعون تأجيل قرار تعيين المدير الفني الوطني إلى الشهر القادم من جانب آخر على المكتب الفيدرالي الفاف تأجيل الجولة الخامسة والعشرين للرابطة الأولى التي كانت مقررة في التاسع عشر أفريل إلى تاريخ الخامسة والعشرين من نفس الشهر فيما ستلعب الجولة الخامسة والعشرين للرابطة الثانية يوم السادس والعشرين سيعرف ملعب خمسة جولي الأولمبي رفع قدرته للسعابية من ستة وستين ألف متفرج إلى تمانين ألف متفرج وهذا بعد انتهاء أشغال ترميمه التي انطلقت لأسبوع الماضي وتستمر أحد عشر شهرا الإعلان الرسمي عن مشروع التوسيع تم صباحة اليوم خلال الندوة الصحفية التي عقدها مدير المركب يوسف قارة ومدير الاستغلال بوزارة الشباب ورياضة ريضا دومي مائة وسبعون مليار سنتيم تم تخصيصها لعادة تهيئة المدرجات وتوسيعها فيما تم رصد غلاف الملي قدر بمائتين وخمسة وسبعين دينارا لتجديد مختلف هيكل المركب الأولمبي ومن المنتظر أن يعاد فتح الملعب قبل نهاية عام الفين وسبعة عشر نحو نحو في المدرجات والرحين يكون المدرجات جدد إن شاء الله لكل المدرجات اللوية يقسم للمدرجات المدرجات المنزلية تم تخصيصها من أمام الفلوم والفلام على النوم والنغوار لذلك تكتب التجارة على المعروفات الأخرى في المنزل المحلية لنستطيع التجارة من الوطنية حتى نرى ما يوضح الانتاج في المنزل المعروف الأمام المعروف الأمام لا يقب التجارة لعيبين الوطنيين في عشرات لعبنا ينشطون في البطولة الوطنية ينطلق اليوم التربص لعبنا المحليين بالمركز التقني بسيد موسى تحت إشراف المدرب الوطني فايد أليلوزيتش التربص الذي يدخل في طالي استعدادات الخضر لمونديال البرازيل سيدوم إلى غاية الثاني عشر أفريل الجاري وهو امتداد للمعسكر العددية الأول الذي انطلق بنفس المكان في الثالث من هذا الشهر حيث تم توجيه الدعوة لكل منزم موش سيدريك ودوخة ريال وقاروي إضافة إلى فرحات العرفي وصلحي وعبد الرحمن حشود نهاية السرعة الجمعية ونهاية تكون كما أقول لك شخصيات ويكون مودة قبل الوطني ثم إن شاء الله بين أسكعنا حشودها لا يستهل يكون في القائمة ولا ما يستعج لا يجوه في المواضيع سوف تكون المواضيع في البرازيل إن شاء الله ندير بروسيك تاعي ولماذا لا يتحقق إن شاء الله هذا حلم يكون حلم بهدفين مقابل هدف واحد تغلب اتحاد العاصمة على النجم الساحل التونسي في مبارته الودية الثانية التي تتخلل معسكره الاعدادية المتواصل في منتجع غامرت أهدف المباراة تدول على تسجيل هابو عجزة عبر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين فيما عدل للنادي تونسي اللعب بانغورا في الدقيقة الثامنة والعشرين قبل أن يضيف سوغار هدف الفوز في الدقيقة الثانية والثلاثين مباراة تتخلص على المباراة وخاصة بين زوز فرق من آرق الفرق على مستوى شمال إفريقيا لأن آرق الاتحاد العاصمة يتصدر حالياً بطولة النجم الساحلي صاحب تسعة نهايات على المستوى الإفريقي منافسات من نوع هذين من نجم كانت حسن أولاً مستوى اللاعبين وثانياً العلاقات بين زوز فرق وبين البلدين توفي سائق الدراجات البريطانية المقيمة في دبي كاميرون نواق متأثراً بجروحه في المستشفى بعد تعرضه لحادث قوي في رالي أبو دبي الصحراوي واجهت الحادث بعد مائة وخمسة وخمسين كيلومتراً من نقطة الانطلاق بعد أن عثر عليه أحد السائقين ليقوم بإطلاق نداء الاستغاثة للقدوم فيما تكفل هو بتقديم الإسعافات الأولية في هذا الحدث العالمي لكن وقته في المستشفى متأثراً بجروحه جراء الانقلاب العنيف في صحاري أبو دبي صورة اليوم النساء زحموا الرجال في كل شيء بما في ذلك فنون كرة القدم ترجمة نانسي قنقر ختم رياضة مشاهدين الكرام أرقاكم بعد غد بإذن الله أمين النساء زحمونا في كل شيء النساء أبدعنا في كرة القدم الرجال برعوا في الطبخ إذن انقلبت الموازين يا فوزي هذه هي كرة القدم وهذه هي ألحي شكراً لك يا فوزي بن جدي